اللي بالمناسبة عمل مباراة رائعة بيلعب عليه لعيب جامد جدا بيلعب عليه اتنين لعيبة نيكولاس بيبي وقوريا اللي اتنين لعيبة جامدين جدا وانا ما كنتش متخيل ان احمد ابو الفتوح يلعب مطش دفاعي زي ده فعمل مطش هايل بصراحة يستحق التحية احمد ابو الفتوح بصراحة ده لسه بقى محمد عماني بحاجة اتكلم عنه وامد حجازي لكن انا بتكلم عن احمد ابو الفتوح تحديدا لان مصر كلها برضو قالت ان ايمن اشرف اللي لازم يلعب عشان ايمن اشرف هو اللي بيقفل ناحية الشمال او بيدافع بشكل جيد لكن الحقيقة احمد ابو الفتوح النهاردة لا دافع بشكل رائع بشكل رائع يعني ممكن انا بقى اتكلم في الموضوع ده شوية يعني ان احمد وعمر كمال الناحية التانية برضو ادى مباراة اكثر من رائعة الاتنين دول يستحقوا التحية بشكل كبير خصوصا احمد ابو الفتوح وكمان عمر كمال الحقيقة لانه عمر ده مش مركزه احنا بنجي نجيب واحد بقرة يتنلعبه في المكان ده وبالتالي احمد ابو الفتوح يستحق التحية يستحق واحد من ابطال المباراة عمر كمال واحد من ابطال المباراة النجم بقى من وجهة نظري ان احمد حجازي ومحمد عبد المنعم وخلي بالحضرتك اللي مخلي محمد عبد المنعم يظهر بهذا الشكل هو النادي الاهلي هتقول لي ليه هقولك هقولك ليه خلينا نتكلم ما مش يعني انا ما بقولش حاجة يعني لكن دايما دايما النادي الاهلي لما يبقى عنده اقتناع بلاعب بيعمل ايه خلال السنتين اللي فاته وده احنا شرحناه كتير للفترة اللي فات وده رؤية رئيس نادي او مشرف على الكورة هو رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومشرف على الكورة فده رؤيته بيتم تطبيقها من خلال الادارات المختلفة ولما كان معنا الكابتن خلي بيبو وقال هذا الكلام ايه اللي حصل اللي حصل ان انا مقتنع بمحمد عبد المنعم لجنة التخطيط مقتنعة هي والمشرف على الكورة بمحمد عبد المنعم يعمله ايه لكن محمد عبد المنعم فيه مكانه ثلاثة أو أربعة أو خمسة كويسين جدا بالنسبة للمدير الفني ولكل الناس. فنعمل إيه؟ نمشيه؟ لأ. نعيره. فلما بنعير محمد عبد المنعم بيظهر بهذا الشكل. بيبقى يرجع النادي الأهلي وكل المسؤولين في النادي الأهلي. يعني وكل الناس بتطالب بعودة محمد عبد المنعم إلى النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. ليه؟ لأن عندك فكر. ناس حتى فكر واستراتيجية وبتشتغل عليها. هناك ينجح من ينجح ويفشل من يفشل. ولكن الاستراتيجية مشية. فبالتالي النادي الأهلي قدم لمنتخب مصر محمد عبد المنعم ويستحق التحية. زي محمد أبو الفتوح أحد أهم من وجهة نظري أن أحمد أبو الفتوح وعمر كمال الاتنين هم نجمين المباراة. وجهة نظري أنا. بصراحة. الاتنين عاملين مباراة جامدة جدا جدا. خلي بال حضرتك. الأجناب دي هي اللي خلصت في مباراة الجزائر أمام منتخب كوندفور. ثلاثة واحد وكان حيجر رابع كمان. وبيني وبينك فرانك كيسي اللي هو لعب وسط الملعب. لما خرج سهلة على منتخبنا الوطني أو وسط الملعب. فالحقيقة كل حاجة النهاردة كانت كويسة. كل حاجة كانت حلوة.